سبحانه وتعرض النحل للعسل الأطوار الغير كاملة هي اليرقات والعزارة طبعاً نعم البيض لكننا يريدنا أن يصاب بحاجة أكثر الأطوار حساسية للإصابة في أطوار غير كاملة هو طول اليرقة طول يرقى وهو طول الأقصر عرض للإصابة بالأمراض في الأطوار غير الكاملة بالإضافة للأطوار الكاملة اللي هي حشرة الكاملة اللي تمتحدثنا بشكل عام الإصابات سواء كان إصابات في الأطوار الكاملة أو الغير الكاملة هي بتؤثر على ضائفة نحل العسل كما ونوعا إزاي يعني؟ يعني بتأثر على قوة الطائفة من نحة الكم بيبقى في فقد في الضوائف بيبقى في موت بيبقى في الكسافة مخفضة نوعا بقى إن بينتج لي النحل مصاب وضعيف بالإضافة لقلة الجامعة أو قلة الإنتاج من المحاصيل المختلفة وده بالتالب يعكس على الفرد وعلى الدولة في الآثب في قلة الإنتاج وفي انخفاض القيمة بتاعت المنتج ضايا تحت الظروف محافظة الجنة أو لنوجه الصعيد نقدر نقول إنه أمراض النحل البالغ هي أكثر انتشارا من أمراض الحضنة ندي مثال على الجنة مثلا نبدأ نقول إنه أمراض النحل البالغ في جنة أكثر انتشارا وظهورا من أمراض الحضنة يعني لو خدنا مرض زي النزيمة هنلاقي النزيمة ضررها وظهورها أكثر من أمراض الحضنة اللي تكاد تكون غير موجودة في محافظة الجنة أمراض النحل نقدر نقسمها على حسب عدة أسوسة لأساس الأول الطور اللي بتصاب بالمرض وهنا هنقسمها إلى أنواعين أمراض تصيب الحضنة أو النحل الغير بالغ وأقصد بحضن أكثر إصابة هنا طور اليرقاق وطور العزارة أحياني يعني تنتد الإصابة من طور اليرقاق إلى طور العزراء لكن الإصابة بتحدث في أغلب الأحيان في طور اليرقاق ثم أمراض تصيب النحل البالغ اللي هي حشرة كاملة سواء كان زكور أو شغلات أو حتى ملكات نقدر برضو نقسمهم تكسيمة ثانية على حسب المسبب المرضي في أمراض بكتيرية تسببها بكتيريا في أمراض فطرية تسببها فطريات في أمراض فيروسية السبب فيها فيروسات وفي أمراض تسببها كائنات أو ليلة نواء أو البروتوزول وفيه برضو أمراض تسببها أفات زي مثلا الأكارين اللي هو بيسدل لفتحات التنفسية أو القصابات الهوائية بتاع الجسم النحل ده من حيث تكسيمة الأفات أو تكسيمة الأمراض اللي هو تصاب بها حشرات النحل امراض اللي هو تصيب للحضنة وأمراض تسبب للحضنة الأمراض اللي هو تسيب إلى حضنة أمراض بكتيرية ستسببها بكتيرية أمراض فطرية تنتبع عن أصابة بالفطريات وأمراض فيروسية تنتبع عن أصابة بالفيروسات الامراض اللي بتصيب النحل البالغ بتبقى امراض السبب فيها وجود اقروسات او امراض فطرية او امراض فيروسي ان شاء الله هنركز على الامراض اللي بتصيب النحل البالغ لان هي الموجودة عندنا بكسرة يعني وهي بنتج عنها ضبط كبير امراض النحل اولا امراض بتصيب لحظة الامراض البكترية او ناتجة عن الاصابة ببكترية ودولها مراضين مشهورين جدا نحاول برضو نتكلم عنهم ان شاء الله الامراض الفطرية ودول برضو دولها مراضين معنا نتكلم عنهم ثم الامراض الفيروسي الامراض البكترية اشهر فيهم تعفن حضنة الاوروبي وتعفن الحضنة الامريكي الامراض البكترية احناخد منهم مرضين هما اكثر انتشارا في الحضنة تعفن الحضنة الاوروبي وتعفن الحضنة الامريكي الأمراض الفطرية هنأخذ مرض الحضنة الطبشيري وهنأخذ مرض تحجر الحضنة ثم الأمراض البروسية وهو مرض تكييس الحضنة أولا الأمراض البكترية مرض تعفن حضن أوروبي ومرض تعفن الحضنة الأمريكي طبعا نتسمه من كده المسبب المرض بتاعهم بكترية مرض تعفن الحضنة الأمريكي المرض ده نتجة على الإصابة بالبكترية برمزه أو اختصارة بتاعته الـ AFB American Full Broad يبقى لو لدينا الـ AFB يرمز لتعفن الحضنة الأمريكي المرض ده المسبب بتاعه بكترية بسلس لارفي اسمها العلمي بسلس لارفي وده بتصيب اليرقات حديثة السن يعني اليرقات اللي هي لسه صغيرة من عمر 3 تيان وبتموت في أور العزراء يعني بتمتد أو بيمتد المرض بفترة الحضنة بتاعته لغاية ما اليرقى بيتجفل عليها أو ايه بتوصل أور العزراء وهنعرب بعد شوية بعض الأعراض اللي بتساعدني إن أنا أحدد أو أكتشف أو أشخص الأصابة بالمرض ده يبقى تعرف من الحضنة الأمريكي ده مرض بكتيري الاختصارة بتاعته اي اف بي أو أمريكا فول بروت المرض ده واحد من أخطر الأمراض اللي بتصيب الحضنة في ناحل العزر وده منتشر في عدد كبير من الدول لكن زي ما بوجود هنا في الصعيد عندنا الحمد لله يعني مش موجود أو لم يتم مرضه الدرع مرض ده اكتشافوا زمان لكن الحمد لله زي ما ذكرنا سابقا هو نادر الولود في الصعيد وبالتالي هو مش عملنا مشاكل هنا لكن ممكن في الوجه البحري موجود نصر بالرقوة يكون موجود زي ما قلت الطور اللي بتصاب بالمرض ده هو طور اليرقاء وبتموت أثناء دخولها في طور العزر زي أعرف الإصابة بي أو شخص الإصابة بي من أعراض المرض ده رقم واحد الموت اليرقاء أو العزر زي ما أخدنا من شوية بيحدث بعد تغطية العين السدسية يبقى هي بتصاب في طور اليرقاء لكن بتموت في طور العزراء يبقى هي بتبعد مازالت حية وبتموت أثناء دخولها أو بعد دخولها في طور العزراء يبقى الإصابة في طور اليرقاء لكن الموت بيكون في طور العزراء في طور العزراء في طور العزراء سأجد أن غط العين السدسية مقاعدة يعني مقاعدة يعني نزل تحت قليلا الأخطية منها مقاعدة طيب من ضمن الأعراب بتميز الإصابة بتعفن الحضن الأمريكي أن أخطية العين السدسية تبقى مسقبة كما نرى إن شاء الله في الصورة بعد قليل الغطاء العين السدسية ليس يبقى الغطاء مكتمم أو غطاء كله حتى واحدة تبقى فيه ثقوب غير منتظمة على الأخطية بتاع العين السدسية ليه؟ لأنه النحل بيحاول أن هو يطلع أو يخرج الراقات أو العزارة اللي هي أصبحت عزارة خلاص أصبحت مصابة وميتة بيحاول اللحها بيحاول يعمل ثقوب في عيون السدسية أو في الأخطية بتاع العين السدسية برضو من أهم الأعراض المميزة للمرض أن الراقات الميتة اللي بيبقى في العين السدسية بيبقى قوامها لذج ويصعب على النحل إزالتها يعني يصعب على النحل إزالتها بتبقى عامها زي مظهر الليبانة كده لو حطيت عودة كده وشدتها بتتمط معاك كزي الليبانة كده وده عرض مميز جدا 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 لليه تعفن الحضنة الأمريكي عن تعفن الحضنة الأوروبية تعفن الحضنة الأمريكي يصعب إزالت الراقات الميتة بيبقى قوامها لذج أو مطاب زي الليبانة كده يعني حطيت عودة في العين السدسية وشدتها تعمل مظهر الليبانة برضو الأقطيع السدسية بيبقى المظهر بتاعها رطب نتيجة إيه لرطوبة الموجودة في الراقة المصابة بالإضافة كمده كله بعد فترة من الموت بيحدث جفاف الراقات دية وتحول إلى القشور بتلتسط تماما بقاعة العين السدسية يصعب إزالتها وهي يرقى مصابة لسه رخوة يصعب إزالتها ولما بتجف بعد فترة من الإصابة برضو تبقى قشور برضو تبقى مرتسقة بيصعب إزالتها إذ يرى العزارة بعد الموت بقى بيحصل لها إنكمات زي ما نقول بالإضافة كمده كله إن بتبقى أجزاء فمها ممتدة إيه؟ ممتدة للأمام أو لفوق يعني لعين السدسية والعرض ده برضو من أعراضه مميزة جدا لمرض تعفن الحضنة الأمريكية بالإضافة كمده كله ظهور رائحة كريهة تشبه رائحة السمك متحلل وده في البراويز أو في الأماكن اللي فيها حضنة مصابة يبقى دول أهم الأعراض بتاع الحضنة الأمريكي نشوف مع بعض الصور زي ما شايفين كده هنا مظهر إصابة العيون أو الآخطية بتاع العيون الآخطية غير منتظمة يعني غير منتظمة يعني مثقبة في سقوب إيه سقوب دين فيه؟ حاول النحل إنه يفتح الحضنة المصابة واللحة لأنها أصبحت ميتة نفس الفكرة هنا هنا بجأ هنشاهد الإرقات المصابة هنا زي ما قلنا لما تحاول تشد أو تستخرج الإرقات المصابة وتبقى مظهرها إيه؟ زي اللي بنا كده؟ أو مظهرها مطاط أو بيصعب زيتها تبقى إيه؟ تبقى لازجة ومتزقة تماماً بخارع عيون الأسدسية المرض الثاني تعفن الحضنة الأوروبية يبقى لدينا مرضين مرض تعفن الحضنة الأوروبي ومرض تعفن الحضنة الأنبيكي مرض تعفن الحضنة الأوروبي برمزوله بالرمز أو بالاختصاره بتاعه أوروبي يعني فول برول أو الـ EFB يبقى اللي هنا كان EFB اللي هنا EFB طبعاً نسبة كلمة أمريكا وكلمة أوروبيا اللي هناك كان مسبب بكتيريا هنا برضو المسبب بكتيريا برضو المرض ده بيؤثر على يرقات النحل فقط بيصاب هنا أو الطور الحساس للإصابة في مرض تعفن الحضن الأوروبي طور مين طور يرقات وحتى في مرض تعفن الحضن الأمريكي برضو كان طور اليرقات يبقى هنا المرض ده بيؤثر على يرقات في عمر من أربعة إلى خمسة أيام يعني قبل عملية الأغلاق عليها تماماً أقل شيوعاً في أوائف النحل الإيطالي يعني إذا نقول أن أوائف النحل الإيطالي أكثر مقاومة بالمرض ده من أوائف النحل الكلينيور أو من باقي أوائف النحل يمكن أوائف النحل الإيطالي أوائف النحل الإيطالي أكثر مقاومة لمرض تعفن لحضن أوروبي ولتعفن الحضن الأمريكي لا هو تعفن الحضن الأمريكي وهي تقاوم مرض تعفن لحضن الأمريكي أكثر من قاومتها لمرض تعفن الحضن الأمريكي أعراض الإصابة بالمرض رقم واحد نظر ان يرقات دي بتموت في وضع ملفوف يعني تبقى اليرقة مش واقفة في العين السدسية مش رأسها فوق ويسمها تحت مش عمودية يعني في العين لكن تبقى ملفوفة في العين يعني لسه لم تملأ العين السدسية العين السدسية لسه ماتملتش اليرقة مكبرتش لدرج انها يتملأ العين السدسية وبالتالي سنجد اليرقات تموت في وضع ملتف او ملتوى او غير منتظم الداخل العين السدسية كما سنجد بعد شوائق اليرقات تموت وهي ما زالت في عمر اليرقة على عكس مرض تعفن الحضر الامريكي اللي كانت في اليرقة تموت او الموت بيحصل في طور العزراء بعد مرحلة اليرقة بتجفل عليها تبقى اخلاص عزراء تموت لكنها تموت وهي ما زالت في طور اليرقة اليرقات هنا ممكن تموت طبعا زي ما قلنا هي طور اليرقة في اطوال مختلفة بعمر اربع ايام وعمر خمس ايام على حسب ولو هي عمر طبعا لو هي يرقات ذكور تبقى ايه عمر ست ايام في الحالة دي بتبقى مسترقية على جدار العين السدسية عدد قليل جدا من اليرقات ممكن يحصلوا موت بعد ما يغطلوه او بعد ما تحول العزراء على عكس مرض تعفن الحضر الامريكي هناك الموت بيحصل اصلا بعد التغطية هنا نسبة ضئيلة من الموت بتحصل بعض موضوع التغطية ممكن تبقى هنا في عزارة ميتة لان روما انه في موت هيحصل بعض التغطية يبقى اكيد هيبقى ايه عزارة او بالتالي ممكن وجود بعض العزارة الميتة في البداية بيبقى لون اليرقات الميتة اللون الابد بتاعها او الوف وايت ثم بعد نسوية بتحول الى اللون الكريمي ثم لون الرمادي ثم ازداد اللون في الغمجان يعني ثم تتحول اللون البني الداكن او لون المسود الغطول من تحت اليرقات هيبقى جافة ويسهل ازادتها من الولادعين برضو بيسهل ازادة اليرقات الملعين يعني عكس اليرققات بتاعت تعفن الحضنة الأمريكي هنا تبقى فيها ريحة بس هنا رليحة تشبه رائحة الخميرة هناك رائحة في مرة تعفن الحضنة الأمريكي تبدأ ريحة تشبه رائحة السمك المتحلل هنا ت仕وم رائحة تشبه رائحة الخميرة بالاضافة لوجود راضي اخرى متظهر في وجود mañana من بيكتيريا بأسيلобы وفي الحالة تبقى رائحة ميكس يعني او خليط ما بين المسببين المرضين اليراقات الميتة بتكون غير لازجة على عكس اليراقات الميتة بمرض تعرف المحضنة الأمريكي بتبقى هناك لازجة يصعب وزريتها لكن هنا غير لازجة و بتكون رخوة و ضعيفة يعني اليراقات اللي هناك بتأثر بها كل الأفراد الطائفة هنا برضو تأثر اليراقات الزكور و اليراقات الملكات أيضا بالمرض لكنه زي ما قلنا سابقا انه هو في اليراقات او الحضنة القادمة من سلالة النحل الأوروبي الإيطالي تبقى اقصر مقاومة المرض تعفن الحضنة الأوروبي من تعفن الحضنة الأنبياء زي ما نرى كده الأعراض قدامنا ده شكل اليرقى طبعا الملكته هي ما زالت ملتفة داخل العنس و داسية نفس الفكرة هنا اللون الكريمي ده وهنا اللون اغمر شوية هنا طبعا مظهر قصاله باليراقات هنا برضو اللون البني اغمر شوية و دي اليرقات هي مصابة بقى كده الأمراض الفطرية أمراض الفطرية اللي بتصيب نحن عسى زي ما اخذ نحن مرضين مرض تعفن الحضنة التبشيري و يتحدد الحضنة مرض تعفن الحضنة التبشيري هو أقصر الأمراض الفطرية تواجدا هو أقصر أمراض الحضنة الفطرية انتشارا طبعا بيسبب فطر المرض ده بينتشر جدا في الأماكن الراطبة و الأماكن البريدة وبالتالي فهو بينتشر في الربيع و عوائل فترة الصيف تبقى اخلاص الشتاء بدأ ينتهي في نسبة الطبنة نسبية لحد ما و مازال الجو إيه الجو نادي أو راطب شوية أو يعني إيه ساجع شوية بمجرد الدخول في فصل الصيف يبدأ المرض تدريديا يقل انتشارا المرض ده مش بيؤدي إلى هلاك طائف النحل لكن بيؤدي إليه قلة في المحصول نتيجة لتأثيره على خلايا و على القوة بتاعت الطائفة لكن هو في النهاية بيؤدي إلى موتها يعني هو أقل ضررا من أمراض الحضنة البكتيريج أكثر طول حساس المرض ده هو طول اليراقات خاصة في الأعمار الأخيرة لديها الأعمار اللي هو العمر أو اليوم الثابع لليراقات يبقى بالتالي كل الأمراض أخذ نالغى بوقتي الطول الأكثر حساسية من الإصابة هو طول اليراقات اليراقات اللي بتصاب بالمرض ده بتبقى في وضع عمودي ممتدة يعني حجمها كبير شوية تبقى رأسها الأعلى في الأعمار الأسدسية ويبقى جسمها متدلي في الأعمار الأسدسية ده عراض إصابة حنلاقي اليراقات المصابة محنطة أو جافة بشكل لونه أبيض وكأنها حيث الطباشير يبدأ ليراقات المصابة تظهر كما لو كانت قطعة من الطباشير أو محنطة أو مجففة ولكن نموات الفطر الخرجية عليه تبقى تسببها الشكل الأبيض طبعا بعد شوية بتحول اللون الرمالي وهذا الشكل القرص المصاب بالإضافة لما سبق يرقات المصابة بما أنها محنطة أو صلبة يمكن إزتها بسهولة من الأعمار الأسدسية هذا المرض شائع في أطراف الخرجية الحضنة يعني ستجد علينا المبيل بروازة أو القرص الزكور أكثر حساسية هذا المرض من يرقات الميكات أو الشغلات هذا لأنه سنجد دائما أو في الغالب الأحيان يرقات الزكور أو حنط الزكور موجودة على جوانب القرص وظلم أنه المرض أكثر انتشارا في أطراف البرويز أو أطراف القرص معناها أنه ينتشر أكثر في إرقات الزكور يعني الحضنة المفتوحة للزكور هي أكثر حساسية وأكثر عرض الإصابة بمرض الحضنة البشيري من باقي حضنة الشغلات وحضنة الميكات مرض التحجل الحضنة تعني الأمراض الفقرية انتشارا وأقل انتشارا من مرض الحضنة البشيري الفطر يسبب من نوع اسبوت جلس اسبوت جلس والعموس هذا المرض يؤدي إلى جفاف وتحنط الحضنة اللي هو الإرقات يعني ولكنه أقل انتشارا من مرض التعفن أو مرض الحضنة البشيري إرقات المصابة تبقى في البداية أبيض ثم تتحول لونها إلى اللون البني الفاتح ثم الداكن ثم تتحول للون الأخضر وده يبقى لون حيفات أو الميسيليم بتاع الفطر تبقى متحجرة صلبة يعني وهي الاسفندية على عكس المرض الحضنة التبشيري المرض ده ينتج عندنا موت اليارقات قبل التحول بتاعها إلى دور عزراء أغلب اليارقات بتموت في الدور ده قبل أو المرض ده قبل تحولها إلى مرحلة العزراء المرض ده برضه ممكن يصيل بالحشرة الكاملة خاصة الشغالات وفي الحالة ده بيعيق أو بيحد من قضيتها على الطيران وفي ويود تسبب القبرة العالية ممكن يهدي إلى موتها وعتجيها زحفة أمام الباب طبعا الزحف ده ممكن يتداخل مع المرض الثانية لكن تبقى حيفات الفطرة أو الميسيليم بتاع الفطر واضح واضح على الحشرة أو المحلة تقدر تميز بي المرض أغلب اليارقات زي ما قلنا بتموت قبل وصول الأول العزراء حشرة النحلة كاملة حساسة لهذا الفطر وبالتالي يمكن أنها تموت في أي عمر زي ما قلنا سابقا خاصة في وجود نصب الرقوبة العالية لذلك النصب تغذي تغذية داخلية تأخذ بالها أنه زيادة الرقوبة في الخلايا هذا سيجعل الفطر مناخ مناسب وممكن أن تجد على باب الخرية أو على الغطرة الخرية من فوق فطريات نمية بكثافة هذا معناه أن وجود نصب الرقوبة عالية تحاول تعمل التهوية مهمة جدا جدا لتتخلص من نصب الرقوبة العالية وبالتالي تتخلص من الإصابات الفطرية المحتملة من أمراض التي تصل بنحلة عصر أيضا لأمراض غيروسية للعلم أن أمراض غيروسية لا يوجد علاج طالما أن فيروس تصاب الحشرة أصبح التخلص من الحشرة شيء مهم لكي تستطيع أن تتخلص من السببات أمرا على عكس الأمواد الفطرية أمواد البيوترية ممكن أن لا يجب نتيجة ممكن أن لا يبدأ يسيطر على البيوترية أو الفطر لكن في عاتل الفيروسات يبدأ صعب جدا أن تسيطر الفيروس خاصة لو صاب الحشرة حشرة مصاب بالفيروس صعب أنها تبدأ أخر خاصة لو صابها في مرحلة متقدمة يعني مرحلة خلاص الفيروس بفترة مع الحشرة من أمراض غيروسية تصيد الحضنة في النحل المرض يسمونه تكيّس الحضنة من اسم هذا تكيّس الحضنة يعني الحضنة تحول لشكل كيس يبدأ فيه كل جسم الحاق اليرقى اللي هو اللي بتحلل من الداخل المرض ده يسيطر له نوع من فيروسات يسيطر له يرقات النحل قبل تخطيتها يعني ببضو هي لسه ما زال فقور اليرقى المفتوح والموت بيحصل إمتى بيحصل الموت بعد الموت كم المرض قريب من المرض تعفن لحضن الأمريكي إنه إصابة تحصل أثناء اليرقى المفتوحة وبعد تحصل تغطي اليرقات تبدأ عزراء يعني بيحصل الموت اليرقات عمر المين هي أقصر حساسية لإصابة بالفيروس اليرقات دي عمر تحصل تحصل عمر المين أقصر إصابة أو حساسية لإصابة للفيروس من اليرقات كبيرة العمر اللي هي أربع تيام أو خمس تيام رأي المرض ده هو أشهر وأهم مرض فيروس بالنحل حتى لو فيه أمراض تانية في الحضنة فالأمراض الفيروسية يبدأ أخطر الأمراض الفيروسية الذي يصيب الناحل طبعاً هذا المرض سريع التضاعف يعني يتضاعف بزرعة في اليرقات أو في الأنسجة بتاع اليرقات المصابة وبتبدأ أو بتبقى شكلها كما لو كانت تحشى طبيعية لحين وصول المرض إلى الزراء بتاعته يبدأ إيه يخلص عليها أو تموت أعراض إصابة هنلاحظ المرض أن اليرقات تموت ورأسها داكنة اللون هتلاقي كده بداية الموت وتبقى اليرقات أو رأس اليرقات تبقى اللون بتاعها داكن أو غامج أو أغمج من اللون الطبيعي لبقى اليرقات اللي هي غير مصابة اليرقات مصابة ومن الموت حتى الزراء ستبقى اليرقات الأعلى كما هو واضح في الصورة يعني لا ملتفة ولا ملتسقة بالعين فهي رأسها داكن بالإضافة كله رأسها من فوق أو في بداية اليرقات المرفوع الأعلى النحلة الصابة اليرقات أصبحت ميتة فالنحلة في العادة لا يغطى بعينها تبقى اليرقات داكن ومتجهة رأسها الأعلى وغير مغطة دا مؤشر على الإصابة بالفيروس الخاص بتكيّس رحضة طبعا في العادة يغطى النحلة اليرقات مصابة ميتة حتى سيغطيها لأنه طبيعي لو مصابة سيفتح العيون السدسية فهو من البداية قرام أنها مصابة لا يفتح ليس يغطيها بعض الحضرة أو قصة الحضرة تجريفية في عيون السدسية مغطة وأخرى غير مغطة يعني القصة مبعصة في عيون مغطة وعيون أخرى غير مغطة دا مع الفحص اللازم يعني حتلاحظ أنه في عيون فيها يرقات غامج من فوق وميتة ونحن ليس مغطيها لأعراض المميزة للإصابة بفيروس تكيس الحضرة من ضمن الأعراض مميزة جدا جدا كما هو وضع في الصورة هتلاقوا أنه اليرقة المصابة على هيئة كيس كيس كده وفيه كل أحشاء جسم اليرقة اللي حصل لها تحلل بفعل ملايين الجرسيم اللي تصابت اليرقة دية وبدأت تتكاثر داخل الجسم برضو هتلاقي اليرقة دية بدأ الجسم هيتحول من لون الأبيض الكريمي للون الغامج لون البني خاصة من منطقة الرأس ثم تدرجين لباقي أجزاء الجسم اللون بتاع اليرقة زي ما قلنا بيبدأ من اللون الأبيض الكريمي طبيعي بتاعها ثم لون البني الداكن وفي النهاية بتموت اليرقة في حالة عدم نزال اليرقة دية طبعا بحصلها جفاف ويتحول الى القشور في قاة العنف الدسية الكيس الذي نرى قدامنا ما هو إلا عبارة عن جدار جسم الحشرة من بره وبداخله كل أحشاء جسم الحشرة اللي حصل لها متحلل بعد عملية الموت الموت الأعراض المميزة للمرض أن القشور بتاع اليرقات بعد جفافة أو حتى أثناء موتها تبدأ منتصقة بعنف الدسية على عكس مرض تعافنا الأمريكي اللي هو باسع ورزالته برضو مفيش ريح مميزة برضو من ضمن الاختلافات بين الأمراض الفيروسية أو الأمراض التكيسر الحضن الفيروسي وأمراض الحضنة الخاصة بالبكترية أن هنا مفيش روائح مميزة أو روائح كليهة تنتج أو تخرج من اليرقات أفضل أميزة بيها برضو العيون الدسية هنا تبقى غير كلمة التقطية يعني في العيون زي ما قلنا مجوية عيون الدسية مغطاة واخر غير مغطاة ناتج عن إصابة اليرقات بالمرض وعدم قيام الشغلات بتقطية العيون الدسية اللي يلقاتها ماتت وجود حضرة مغلقة وأخرى مفتوحة حضرة مكفولة على الرغم أن كل حضرة اللي حوليها تفتحت أو تلعك منها شغلات إلى أن الحضرة لم تقبل بعد لفترة طويلة لفترة يعني أقوى من فترة لحياة بتاعتها أقوى من مدة بقاءها الطبيعية هذا يعني أنها ماتت جوة ولم تعد قادرة على الخروج بالإضافة إلى فشل اليرقات المصابة في أنها تتحول بدور العظمة الأمراض التي تصيب النحل البالغ وهذه المهمة جدا جدا لأن هذه الأقصر انتشارا أمراض التي تصيب النحل البالغ يمكن أن نكون في محافظة جنة نحن هنا عندنا أقصر انتشارا من الأمراض التي تصيب الحضرة في أمراض نتجة عن إصابة بقافات النحل الآفة نفسها ليس مرض الآفة دي أكاروس أو الأكاروس ده من النفصريات فهو يسكن مباشر أو غير مباشر مرض كما نأخذ بعد قليل في أمراض فطرية كانت تعد زمان من تبع المتزوة لكن حديثا تم إدراجها على ستنيني الفطوريات ثم أمراض الفيلوسية الأمراض النتجة عن الأكاروسات أو الحلام بيسموها مرض اسم الأكارين الأكارين ده نوع من الحلام أو نوع الأكاروسات بيصيب النحل البالغ بيصيب الجهاز التنفسي زي ما ناخذ بعد قليل المرض اللي بعده وده يعد أخطر أمراض النحل البالغ اللي بتظهر في الصعيد أو بتظهر في مصر كلها أو في العالم كل ممكن لكن بالنسبة لنا هنا كمصر بالنسبة لنا هنا كصعيد ايه أكطر مرض من دولة بيظهر قدامي هو الأمراض أو مرض النزيمة والمراض النزيمة ده اللي بيعد حاليا من أمراض الفطرية وكان بيصنف بروتوزوة فيما سبق ده أخطر الأمراض اللي بتظهر عني لو قرنتوا باقي الأمراض التانية لا هو ده أكطر مرض بيظهر عندي حاليا ثم الأمراض الفيديوسية اللي من ضمنها الشلل ومن ضمنها التشوير أولا الأكارين الأكارين أحد أنواع الحلم أو الأكاروسات يعني ودي تتبع مصرلات الأرجل يعني قريبة الصدر إلى الحشرات ودي أكاروس صغير جدا بيسموه أكاري أكاريبس وودي وده بيصيب الزوج الأمامي من قصبات الهوائية للنحلة وزوج الأمامي ده اللي هو موجود في الصدر كما نحن عاشين من صدر النحلة في زوجين مصورة نفسية الزوج الأول ما بين حرقة القلعة والثانية والزوج الثاني ما بين الثانية والثالثة فالأكارين ده الأكاروس ده يدخل من خلال افتاحات نفسية أي هي صورة نفسية يعني اللي موجودة في منطقة الصدر ومنها يدخل القصبات الهوائية للنحلة يبدأ يتقاسى ويمتص عصار دسم النحلة من خلال الجدور ديه وفي النهاية يبدأ يضع البيت بكميات ضخمة داخل القصبات الهوائية ديه وبالتالي انتشار أو زيادة أو وجود كسافة كبيرة من أعداد الأكاروس ده داخل القصبات الهوائية يؤدي إلى نسلاتها وعدم قدرة النحلة على التنفس ومن الأعراض التي تبدأ موجودة أو متوضح لمرض ده انتفاخ بطن الشغالات تهدل الأيجنحة بتاعتها ونبدأ نقول عدم قدرة النشاط النحلة أو عدم نشاط النحل أو خموج عرض النحل تبعت الأيجنحة ويصبح وضع الأيجنحة على الجسم على ساكنة حرف K النحل بيفقد قدرة الطيران ويحصل له عملية زحف يبدأ النحل هنا بيش قادر يتنفس مش قادر يقوم لعناك حيوية بتاعته بيبدأ افقد قدرة على الطيران نتيجة لتهدل الأيجنحة بتاعته وبالتالي تلاقي النحل زحف أمام باب الخلية في جماعات ويحاول ان يتسلق أي حاجة لجهة جدامه حشائش أو أفرع نباتية أو نباتات أو أي حاجة لجهة جدامه يحاول انه يقلع عليه الفق ولكن للأسف يموت ويفشل في قدرته على انه يتسلق نتيجة للأصابة بالمرض نتيجة نحية الثانية لضعفه العام نتيجة النقص التخزي ده شكل الكاروز طبعا سوية ضدت جدا بيصير لخصوات الهوائية المرض بقى الأقصر انتشارا والأقصر حساسية والأقصر دلنا تطلاق في أغلب دول العالم وبالتالي في مصر وبالتالي في جنوب الصعيد وبالتالي في هنا تحديدا يعني لو قررنا ايه أكثر مرض مشهور هنا هو النزيمة النزيمة قد يكون مرض منتشر في كل أنحاء العالم والنزيمة دي بسببها مسببين المرضيين النوعين من القفليات كانوا نتقط زمان انهما تبعوا لكن مؤخرا تم يعد تقسيمهم نوعين من القفليات نزيمة إبس ونزيمة سيرانة المرضين قد يكون المسبب المرضي لأي نوع منهم أحدهما أو كلهم يبقى المسبب المرضي للنزيمة إما يكون واحد من دولة لواحده أو ممكن بالتنين معه المرض ده زي ما قلت من أقصر أمراض النحل انتشارا في العالم بسبب النحل البالغ لو ستجد نزيمة في النحل الصوير ستجد نزيمة في النحل البالغ الإصابة ستبقى في أعلى مراحلها في أواخر الشتاء أو أوائر رمبي يعني هو يبقى في فصل الشتاء الإصابة عادية بشكل عام النزيمة بتصري معها أكبر وأكثر وأفضل فترة تجد فيها النزيمة منتشرة هي فترة الشتاء يبدأ تبلغ شدة الإصابة المرض النزيمة في الصيف أو في الربيع أو في الخريف أو في الشتاء لا هي في الشتاء يبدأ الشتاء أو أقصر البارد هو أقصر الفصول مناسبة لتقوّل أو انتشار النزيمة وإن كان يبدأ في آخر الصيف تدريديا مع ارتفاع حوالي يحصل له انخفاض أو بيجيلة هناك الاتباط وثيق جدا من بين الموت الطواقف في الشتاء وإصابة النزيمة لذلك نقول أن فترة الشتاء أصعب فترة على النحل جوع من نحية والبرد من نحية لإضافة الأمراض من نحية وهو من أخطر الأمراض مرض النزيمة لذلك يؤدي إلى موت على الضخم جدا من النحلة لذلك النحلة تدخل إلى المنحلة لذلك النحلة مفروش على أرض المنحلة النحلة كثير زحف نحلة كثير ميت نتيجة الإصابة نتيجة الإصابة لذلك النزيمة ما هي الأعراض المرض؟ تبدأ الأعراض في انتفاق في بطن الشرقلات هناك عدم قدرة على الطيران وتشبك الأي نحة الأي نحة الطبيعية تدخل إلى حشرة كما أخذنا في سنة ثانية تدخل إلى حشرة لا تدخل إلى حشرة غير قادرة على ربط الأي نحة وبالتالي غير قادرة على الطيران برضو العرض مميز جدا جدا عملية الإسهال أو دوزنتاليا الإسهال طبعا معروف أن نحن لا تبرز داخل الخلايا لو حصل تبرز من الأشغالات تطلع برر الخلايا تبرز نحن محافظ جدا على مستوى المضافة لكن في حالة الإصابة بالنظيمة يبدأ النحلة غير قادرة أنه يخرج برا الخلايا بتاعته ويتخلص من المخلفات وبالتالي تجد أثار للبراز على جسم الخلايا من برا وعلى لوحة الطيران بشكل كثيف النحلة الأبعاد لما أنه ضعيف وليس قادر يربط أي ديكة مع بعضها وليس قادر يطير ستجد فشل وعدم قدرة النحلة على الطيران خارج الخلية وبالتالي سقوطه على الأرض بأعداد كبيرة ثم زحف ستجد زحف كثير من النحلة ستتحاول تطيرها وليس قادرة قدرة توقع أخرى على الأرض وتبدأ تمشي أو تزحف وتتحاول تتجمع لأي حشائش قريبة من منحل لكن في الأخر بتفشل وتموت ده نتيجة لعدم قدرتها على تحريك الأي نحة ورطها ببعضها اللون النحلة بتحول إلى اللون اللامة اللون اللامة خاصة اللون المشودة لأنها فقدت الشعر أو الزغر اللي موجودة على الجسم اللي مبرق طبعا في النهاية ده يؤدي إلى هلاك وموت عدد كبيرة جدا من النحل المصاب وده يستدعي التدخل العالي والسريع للحلولة أو للسيطرة عن المرض لأن نقفعنا أخضر الأمراض اللي اعتبوها المنتشرة في إقليم جنوب الصعيد أو نبدأ لن نقول جنة لأننا هنا حاليا نتكلم عن جنة أصوان الأماكن الأقليم بتاعنا هو ده أكثر الأمراض شيوعا وانتشارا وبالتالي هو ده أخضر الأمراض اللي احنا بتجربنا أو بتجربك أنت كنا حاليا الأعراض زي ما احنا شايفين كده الصور لحت الشمال ده أعراض مخلفات النحل هو مش جادر يطلع بره الخلية من المسافة عشان تخلص هو بالتالي هو واجف على دوء الطيران أو حتى على السندوق من بره أو حتى على إطارات من جوه ممكن على إطارات البراويز بتاع الخلية من جوه كده على قمة البراويز تجربين مخلفات النحلة أو حتى على الطبلية بتاع الخلية من جوه أسفل البراويز هتلاقي برضه مخلفات النحلة لأنه ده إسهال أو جوهزينترية والنحلة المتجادر تطلع بره يتبرز فإيه بيعمل له عملية إسهال ثم تموته في النهاية طبعا لو شخص التشخيص ثاني أنك تمسك النحلة وتبدأ تسحب خمارة هضمية بتاعتها من مؤخرة كده وتبص على خمارة هضمية بتاعت النحلة حتى تجد أن الخمارة هضمية بتاعت النحلة المصابة اللي هي من فوق لأنها أفتح شوية لكن لو بصرنا في قناة هضمية للنحلة السميمة ستجدها اللون الكهرماني بتاعتها أو اللون الغامر شوية والتحززات أو الإنقباضات بتاعتها ظهرة كويس خالص هذا معنى أن اللي فوق مصابة واللي تحتها مش مصابة تقدر تحدد ما إذا كان النحلة اللي بدمر به الزحف بتاعه ناتج الإصابة بالأكارين أو الإصابة بالنزيمة أو إن كان أي مرض تاني بعد كده الأمراض الفيروسية طبعا زي ما قلنا الأمراض الفيروسية يصعب التعامل معها أو يصعب التخلص منها لازم تخلص من مصدر العدو نفسه اللي هو النحلة المصابة المسبب الأول الناقل للعدوة أو للفيروس هو الإصابة بتوفير الغروة طبعا نحن كان ممكن نتكلم عن بتوفير الغروة هنا لكن هو تبع الأكاروسات هو بيعتبر ناقل للمرض أو الفيروس التشوه الفيروس المسبب لمرض التشوه بالإضافة كم ده كله سبيرولوزما أو بكتيريا تانية البكتيريا بتسبب أو قيل إنها بتسبب المرض التشوه ده الأعراض بشكل عام تضخم في جسم الخلف النحلة ده بيانتج من إيه؟ بيانتج من إسداد القناة الهضمية الخلفية وده بيانتج عنه تكدس المحتويات في جسم النحلة منبرع من جوه وده بيانتج عنه تضخم في جسم النحلة طبعا تبقى النحلة غير قادرة على مثل هضم أو التخزي أو بالتالي بيانتج عنه ضعف عام في جسم النحلة وعدم القدرة على الضيران بيحاول النحلة إنها يطير كذلك لكن بالأسف النتيجة للضعف العام في الأيد نحاة وعضرات الجسم بيبدأ إيه؟ يخفز قفز لمدة قصيرة أو لفترة قصيرة أو حتى لمسافات قصيرة ثم إيه؟ ثم يسكب وفي النهاية بتبدأ الشغلات تنتج أبراز مثل ماسكوا وفي النهاية بتموت الشلل وده منتشر في النحل بسبب نعيم الفيروسات فيروس الشلل المزمن وفيروس الشلل الحاد وإن كان فيروس الشلل الحاد هو الأقصر انتشارا هو الأعراضه مميزة والنحل يموت بعد فترة وجيزة أمراض معدية أمراض معدية طبعا في أغلب الأمراض المعدية ينقلها إما النحل السارق الذي يدخل خلايا مشراعي أو استخدام أدوات غير نظيفة سواء أثناء التغذية أثناء الفحص إلى آخره أو ضم نحلة مصابة على نحل المصاب أو أثناء التغذية وتقل النحلة على التغذية الخالجية تقابل الشغلات المصابة وغير المصابة هذا يؤدي إلى انتقال مظاهر أو انتقال مسببات المرض المرض هذا العكس الأمراض ثانية العكس المرض الخاص بالنزيمة مثلا أنه هناك ينصر أو يزيد في الحرارة المرض الخفضة هذا يعني هذا المرض يزيد في الحرارة الدافئة الأجواء الدافئة عراض المرض من أهم الأعراض المميزة المرض على الإطلاق مرض أو عرض الملال لجسم النحلة فيه لامع ليه لامع لونه أسود يعني النتيجة لسقوط الشعر الخاص بجسم النحلة إصابة بالشغل يؤدي إلى سقوط الزئب أو الشعيرات التي تغضي لجسم النحلة يبدو جسم النحلة كما لو كان لامع لونه أسود النحلة المصاب يبدو جنب في الخريقة يبدو منعزل ليس نشيط ليس حضر الحرقة كما لو كان النحلة ليس اجتماعية يبدو جنب واضح عليه مظاهر التعب والأياء ضعف العضلات وإنكماشها وانتفاخ بطنها اتخاء الأرض لعدنيها عدم قدرة النحلة على الضيران والزحف على الأرض ويحاول يتسلق النباتات والطيران وفي النهاية يسقط على الأرض ويزحف ثم يموت ستجد رحشة الأراضية في البطن والأي جنحة وفي النهاية يقدر إلى موت النحل طبعا عندما يفقد النحل كثافة كبيرة من النحل الأمر الذي يتوجب عليه هو التدخل الفوري لأنه يستبعد الخلية المصابة أو يتخلص منها بشكل أو بأخر بحيث أنه يحافظ عن النحل الذي عنده بدون أن يتصاب وكذلك وصلنا لنهاية المحاضرة كان بعض الأمراض التي تصيب حضنة النحل والحشوات الكاملة كان هناك حيث تانية أكثر من هذا فنحن نتكفي من ناحية الأمراض السلام عليكم ورحمة الله